وصلنا توا الفقرة فاصل قانوني بالأخص بيش نستنفعوا بالمداخلة مطاعوا الأستاذ أنور فتح الله مرحبا يا أستاذ شكراً للاستقبال شكراً للاهتمام تحياتي عبر أمواجكم لكل المستمعين ونشكر هذه الاستضافة اللي بحاولها بش نحاول ونصلطوا فيها الضوء على عقد من أهم العقود واللي تبقى من العقود المغمورة في القانون التونسي هو عقد المغارسة نعرفوا أنه عقد المغارسة عقد من قديم الزمان نحكي عن المغارسة صحيح تعاملنا معاه برشة لكن برشة مش فهمين شو معناه عقد المغارسة كنت فهمناه استاذ عقد المغارسة معناها ظارب في القدم ظارب في القدم نقوله أنه تعرف في أوروبا في القرن التاسع وتعرف في فلاحة العنب والكروم معناها هو أشجار القمور لكن اللي ربما يغيب وهو تغيب معناها قصري ومقصود أنه هذي ترجع للشاريع الإسلامية وعرفتها الشاريع الإسلامية تحت تسمية عقود المزارعة وكان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع عليه هو أصحابه وكل بداية من القرن التاسع ميلادي المشرع الأوروبي في الفترة هذيك قننها العقدة ذا وانتقل إلى الفرنسي بالذات ثم انتقل من بعد إلى دولة إيطاليا بالنسبة للقانون التونسي المرجع منها هو مجلة التزامات والعقود المجلة هذه اللي هي تقريباً عمرها توا 120 عاماً لكن المجلة هذه لما حلت المؤسسة الاستعمارية في 1881 حاولت توحد المستعمارات حاولت توحد المستعمارات عبر قانون مواحد بعثت لجنة إعداد المجلة المدنية التونسية اللي معروفة تحت تسمية لجنة سانتيانا لجنة سانتيانا هذه بدأت أشغالها في 1896 وأنهت أعمالها في 1906 وبعثت للوجود مجلة التزامات والعقود لما نقوله عقد مغارسة معناها ربما ننحرفه بالمفهوم باعتبار أنه المغارسة جاية في مبحث من المباحث اللي يتعلق بالشركات هي شركة وليست عقد شركة فلاحية وحتى التعريف يحكي على شركة الشركة هذه هي اتفاق بين مالك لأرض وبين عامل الولان يتسمى الدافع المغارسة والثاني يتسمى العامل بالمغارسة الاتفاق ذايا يخص معناها تكليف العامل بإنجاز أعمال غير راسة وغيرها لمدة معينة على أن يصبح مالكا لحسة مشاع من الأرض نحب معناها نخرج شوية من التعريف القانوني وفما انحراف انحراف اللي هو انحراف لغوي أو في المفهوم العام خصوصا في منطقة الوطن القبلي يحكيه في المغارسة على ماذا يقول لك مغارسة بناء مثلا ماش مغارسة في البناء معناها لقيت مفهوم شايع هنا في منطقة الوطن القبلي أنه يقولوا لما صاحب الأرض يكلف شخص أو عامل أو مقاول ببناء عقار ويصبح بموجب ذلك الاتفاق مالك للنصف أو غير ذلك من النسب فأنه هذا يعتبر مغارسة لا ما هيش مغارسة المغارسة تتعلق بالأرض الفلاحية وبالغراسات كما المفهوم ينص عليه خطر أبي أستاذ باش نتفعل معاك لهنا نحكيه أنه هو عقد مبين واحد عنده أرض والاخر خدان ما عندوش أرض ما عندوش أرض كلفوا الأصاحب الأرض باش يخدموا الأرض هذية باش يخدمها باش يزرحها أجار باش يزرحها أجار والقانون لهنا حتى الفقه وفقه القضاء كان واضح نتصور في المسألة هذية وما حكيش جملة على حكاية اسمها بناء لكن أنا قلتك هذا مفهوم مفهوم الشيء وانحراف مانا في التوصيف والتصنيف حبيت نصوبه باش مانا نحط الأمور في إطارها راهي المغارسة تتعلق بالأرض الفلاحية وتتعلق بالغرافسات ولا علاقة لها بالبناء ولا بغير البناء ذو كم عقود مقاولة وغير ما نحكيوش عليه نحكيو في المغارسة بداية من الفصل 1416 اللي هو يعرف المغارسة على أنها إذا كان موضوع الشركة وركز على كلمة الشركة أشجارا مضمرا أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلغها إلى حد المعلوم أو حد الإثمار يسمي هذا العقد عقد مغارسة نفرق في المغارسة بين عقد المغارسة وعقد المساقات المساقات أن المالك يبقى مالك ويكلف العمل بالعمل في وجود الأشجار أو في غياب الأشجار على أن يتقاضها نسبة نسبة من منتوج الأرض نسبة من منتوجها نحكيوه هنا يا أستاذ على العقد من المداخيل فقط هذا هو لا يصبح مالك هذا هو ما نحكيوه على أنه بش يصبح مالك معاه في جزء ماك العقار هذيك في موضوع المغارسة هذه المساقات هذا يعقل المساقات نفرقه كذلك مع عقد التسويق التسويق لأرض الفلاحية أنت مالك للأرض أنا بش نتسوق ونعتيك مع معلوم معين وسمى معلوم تسويقي يعني المغارسة مؤسسة وحدة بش نفرقه مبيناتهم ما نوقعوش فكل الخلط ما بين المفاهيم يقول لك أنا متسوق الأرض ذي كاراني بش نملك معا ليه رقمك بش تملك واضح واضح المغارسة عقد يبرموا بالرسم الصحيح حسب ما يقول القانون شو معناها الرسم الصحيح معناها لو الكتب هنا المحاكم الشات في مذهب شت أغلبها مشاها في اتجاه إنو الكتبة يجب يكون مبرم بوسطة حجة عادلة هذا ما يقصيش مع التطور التشريعي مع التطور أساليب الإثبات إنو جانب آخر من العقود يمكن أن تثبت بها المغارسة مثلا العقد الخطي حتى العقد الإلكتروني اللي هو في التنقيح الأخيرة متع سنة 2000 المشرح في مجالة التزامات والعقود اعتمد العقد الإلكتروني كحجة غير رسمية معناها المعاملات الأساليب التعاقد تغيرت عبر التراسل وعبر البصمة الإلكترونية وكله إحنا مزلنا جامدين في 1906 القانون ما تتطور يجب القانون يتطور بيوستاذ كي نحكيه على إنو لازم رسم صحيح وإنتي فسرت سياتك إنو لازم محرر بالحجة العادلة لكن أستاذ ما مصيرك الكتيب اللي صارت قبل طيو مثلا نقوله أتيت العبادة اللي عملت عقد مغارسة شفاهي إذيك شو ما قيله أستاذ عقد مغارسة شفاهي وقع إثباته في بواسطة لجان المسح يعني لجانب منه لجان المسح مرت بالوطن القبلي المسح الإجباري بالفترة بين 65 و73 وعند توجه القضاءات أو لجان المسح للعين المكان كانت تلقى المغارسين تتلقى منهم تصريح مغارسة كذلك بعض الأجوار وكذلك حتى الملكين اللي يمكن يقر إقرار قضائي أو شبه قضائي إنو شخص ذاك هو عامل مغارسي ووقع اعتماد هذه الحجج وقيدت حتى احتياطيا في الرسوم العقارية لإثبات سيفت الشخص ذاك ويقع إثباتها لاحقا لدى القضاء إذا كان فما نزاع إذا كان فما اشتر هذه بواسطة اختبارات تثبت أن الشخص ذاك هو من أنجز ما أنجزه بعنوان اتفاق على مغارسة واعتمدت المحاكم هلل المعطيات هذه لإثبات سيفت المغارسة ثم قضت كذلك باستحققه للنصف أو حسب الاتفاق حتى مش بشرطه يكون النصف ينجب يكون ثلث ينجب يكون أحد ينصير حسب الاتفاق اللي موجود في العقدة مواضحة هذا في خصوص إثبات المغارسة عموما المحاكم وغيرها تطلب الكتب لكن في حالات خاصة ديما المحاكم ما هي شي جامدة وقوالب جامدة أو لا معناها حاجات مسقطة تتعامل حسب الواقع كل قضية ووقعها وقبلة المحاكم إثبات سيفت المغارسة واستحققه للمناب المشاع من العقار ومعناها أعطته السيفة هذه وأقرت له بالاستحقق هذه وضعية الأصل هو الرسم الصحيح الاستثنارة هي المحاكمة نجمة كيف كيف نحكي وعلى الأصل اللي هو الرسم الصحيح كيف يقع تحريره يقع إبرام هذه العقود لدى عدو الإشهاد يحضر دافع المغارسة اللي هو المالك ويقع الاتفاق على موضوع العمل اللي هو قطعة الأرض هذه قطعة الأرض مساحتها ووصفها وخلافه ثم إنجرار ملكيتها منين ليهما إنجمشي جيهت عقد على الأرض غير أرضه باعتباره هو الضامن للاستحقاق الضامن للاستحقاق أنا العامل يخدم عشرة واثناش وخمش ستاشن سنة ومبعد تطلع الأرض مش أرضه مش هي ثانيا بعد التحرير يقع الاتفاق في خضم التحرير الاتفاق على المدة والمدة لا يمكن أن تقل عن التعامل أشجار معناه إذا كانوا بورتقال عشرة سنين إذا كانوا نخل أثناش وخمس ستاش زيتون نفس الفترة العود الرقيق بداية من خمس سنين كما يمكن الاتفاق على حاجات أخرى على أشغال أخرى على التزامات أخرى حفر بيرمت قنوات تسيج غراسة كسيرات الرياح تهيئة الأرض الأرض هذا يسكن أكسيدونتي تتصلح وعند نهاية المدة هذه وقيام العامل بعمله يصبح مستحقا للنصف أو ما وقع الاتفاق في شأنه من الأرض الخيار هنا الخيار في القسمة في قسمة الأرض هذه الموضع المغارسة ديما الخيار للملك يعني يختاروا يختاروا المنابذك الملك يختار يختار القسم لي مين القسم لي صار القسم لي فيه الدار القسم لي فيه البير كذا هذا يأمتياز للملك أعطاها المشرع للملك ونحن نحكيولا هنا على أنه النصف القطعة المتفق عليها راهو مش باش من خط البرشة يخلطوا يقولك أنا عملت عقد مغارسة مع ملك مع شخص وراني لازمني نستحق النصف متاع الأرض راهو نصف الأرض المتفق عليها فقط راهو مش نصف الأرض وبرشة صاروا فيه حتى يصلوا يعملوا ويعملوا معناها في نزاع ومشافي باله هو عن الحق أنه راهو باش يخو نصف الأرض وقتلي مش الأرض الكل راهي نصف الأرض المتفق عليها فقط النصف يمكن يزيد يمكن ينقصره الاتفاق هو هنا العبرة بالاتفاق يمكن الاتفاق على ثلث يمكن الاتفاق على أكثر من نصف الاتفاق هو معناها العقد شريعة طرفية يعني إذا العقد نص على النصف ياخذ النصف بعد إتمام أعمال المغارسة على الوجه الأكمل حسب الاتفاق إذا أنا متفق معك باش تزرع لي ألف زيتون وانت زرعت لي ربعميان وموكش قاعد تخدم وزرعتهم بصيفة متأخرة راهو يمكن القيام قضائيا في فسخ المغارسة من طرف الملك تخرج المحكمة خبراء خبراء يعينوا أن الموضوع الاتفاق موقعش تنفيذه تحكم المحكمة بالفسخ وتنتهي الاتفاقية من طرف المغارسة الإجراءات متاع تسجيله في القباضة وترسيمه كالعقود العادية كيف العقود الأخرى؟ كالعقود العادية هو عقد مزدوج هو عقد عنده أكثر من وجه ما هو عقد بيع ما هو عقد قراء لكن يسجل يسجل بالنسبة المقرم ترفقاً والمليء يسجلوه كل 15 في الشهر عدوا للجهاد عندهم واجب التصريح بالعقود من جملة العقود هذه عقد مغارسة يسرحوا ويسجلوا العدول هم اللي يسجلوا واضح ويترسم بينصور في دولة الملكية العقارية يترسم احتياتياً يترسم كقيد احتياتي لأنه مزدل ما هو ناقل الملكية يصبح ناقلاً للملكية عنده تنفيذي هو عقد ناقل الملكية على معناها مؤجل مؤجل لما يقع التنفيذ هو عقد معلق معلق على شرط وعلى أجل الشرط أنه يقع تحقيق مواقع الاتفاق عليه والأجل هو المتفاق عليه في العقد أما دي بريفيرونس نقيده احتياطياً تفادياً لكل حمايةً للمغارسة هذا هو بيهو استاذ كنا نحكيه على وضعيات ترحوها علينا بعض السيدة المستمعين ونبدأوا أنه الشخص أبرم عقد مغارسة سنة 1988 مثلاً وما وقعش العمل بذلك العقد توفي الطرفين الزوز وفي الأثناء شخص آخر قام باستغلال تلك الأرض في الأثناء وقالوا سنة 1990 وقام بزراعتها لوز مثلاً ثم زيتون شنو ما صير العقد ذا هما نطبط لك العقد شريعة الطرفين أنت يرى ولما تعقد عقد مغارسة كنتي قابل للمغارسة لما تعقد القانون يعطيك حماية يعني إذا بشي تسلط عليك شغب القاضي القاضي الناحية يمكن أن تلجأ إليه ويحكم لك بكفي الشغب إذا شخص جاء غصب لك العقار اللي أنت فيه يمكن القيام جزائياً أو مدنياً في طلب الحماية أنت في حكم المالك المؤجل يعني لما يجي شخص ما عنده حتى سيف ما عنده حتى علاقة بالعقد وينتزع لك الملك هذا ويقتصب منك الحوز تلجأ للقضاء المختص أستاذ رهو العامل اللي وقع اتفاق معاهم عن مالك الأرض ما تحوزش جملة بالعقار ما تحوز جملة بالعقار وكي أنه مش موجود أصلاً وجاي شخص ثالث حتى يدعوا العقار غرسوا لوز ومن بعد انتهي اللوز هذيك غرسوا زيتون والعامل اللي أم بخانسيب لازموا معناها يغرس الأرض هذيك راهو مع مالك حتى شاي هذا عامل ما أنززش وما تحوزش معناها العقضة ذايا حبر على ورق إذا أنت جيت وعقدت عقد وما قمتش بواجبك وما تحوزش وخليت المجال لغيرك باش يتصرف ما عندك حتى سيفة مش طالب حتى شيء أنا مش نحكيه جملة العقض مغارسة لكن أنت ما نفذتوش ما بشرتش الخدمة ما عملت حتى شيء هنا ثم نمشيو المرحلة جزاء عدم التنفيذ هو الفسخو بحيث هذا العقد يعتبر منفسخ يمكن اعتباره منفسخا بنفسي أو اللجوء للقضاء للتصريح بفسخه وشخص هذي اللي تحوز بالعقار شنية الإجراءات اللي نجم يقوم بها بشي العمال اللي قام بها ينجم يعني هيحفظها الروح يحفظها الروح أولا كيف دخلت العقار هذي أنت كان دخلته بسيفة الغصب سيئة النية رح ما عندك حتى شيء في بعض الحالات المحكمة تعتبر سكوت المالك أو المغارسة فندي هذي سواء السكوت الظمني أو السكوت المباشر هو إقرار بسيفته تعطيه الحق في المنشآت أنت غرست ألف زيتونة وكذا كذا يقع تقييمها باعتبارها قيمة مضافة للعقار وبموجب الفصل الثمانين الفصل الثمانين يتحدث على الإثراء بدون سبب إذا المالك الأرض سيثري بدون سبب يعني من اكتسب ماله غيره بدون وجه حق جاز القيام وعليه في طلب يسترداد ذلك المال يعني هذا الشخص هذا يباشر العمل قام بالواب قام بتنمية الأرض أضاف لها قيمة مضافة وتجي أنت كمالك ولا كوريف تخذها في أنت لا يجوز يمكن له القيام قضائيا في طلب القيمة المضافة للعقار هذا هو وخليني كسؤال أخير لك نستغل ماشاء الله الكمبيتونس متاعك أستاذ المحامي لدى التعقيب شنية انصيحتك للعباد اللي سواء كانت عندها قبر متعقد مغارسة من قديم الزمان سواء كان شفاهيا وإلا بالحجة العادلة وكان فتعرضت أنت في إطار العمل متاعك لوضعيات نجم كمبليكي وضعيات كثيرة أنه الناس دي ما تعتمد على وضعيات يكون مش يخرجني من أرضي أنا وليت ملك هونو مساكتين كذا العقود يجب مع إثباتها تنفيذها ألجأ للقضاء سواء تكون مالك أنت يدفع مغارسة وهالمغارسة هذا ما قام شبواجبه تعاين الأرض تخرج لها خبير الشخص هذا ما قام شبواجبه تفسغ المغارسة وتخرجه بالنسبة المغارسة اللي يخدم الخدمة والملاك ما حبش يعطيه النصف المتفق عليه ألجأ للقضاء لإثبات ذلك ألجأ للقضاء المختص لإثبات ذلك وتطلب القسمة القضائية وتصبح مالك للنصف يعني هالسكوت والصمت والمبالات وهالسياس لسياق لي هذه رأي هي لوصلتنا الكورث شوفوا احنا مجلة من عام 1906 جامدة راهوا المنغارسة يمكن أن تكون فاتحة باب للتطور عمراني للتطور اقتصادي فلاحي للتشغيل ببرشة شابة بعاطل لعننا أراضي مهم لغير مستصلحة معنا كنشوفوا دول أخرى حتى ما عندهش إمكانياتنا هولندا بلاد صغيرة بتربية الأبقار وبزراعة الورود وكل صارت قوة اقتصادية جنوب الجزائر اللي هي ويدسوف منطقة صحراوية وقع استصلاحها في الصحراء المصرية كيف كيف الدولة وسهلت ومكنت الشباب من استصلاح الأراضي وصار معناها الأراضي دي صارت جينان حتى في جنوب تونس في جنوب الصحراء التونسية روعا أراضي شاسعة استغلال المياه الجوفية الحارة وقع معناها معناها تنمية هل بلاي سادومة دونك أنا ندال اللي نقوله عبر مواجقه أنه راوف لحتنا قادرة أنها تنهض بالبلاد أنها تقضي على الأزامات على الصفوف هذه على السكر وعلى حليب وعلى غيره ما ناش قاعدين نشجعوا الشباب يرمي في روح وفي قاور بالموت عليش خطر ما لقاش الإمكانيات الشباب قاعد يلجأ للمقدرات وغيره ما هوش لقي الإمكانيات شجعوها الفلاحة عنا راوف البازم تاعنا هي الفلاحة الأراضي المهم يلزم الدولة تتدخل عبر آلية المغارسة هذه سواء الأراضي اللي عند الدولة اللي وقعها تزاحها من المعمرين واسترجاحها واللي توقع عادينا تصرفوا فيها كان بوجه التسويق الدولة تعرف كان التسويق لا يلزم نمشيه الآلية المغارسة هلها هيكل الفلاحية الهشة والمهمشة اللي هي كم اتحاد الفلاحين وغيره اللي عندها لا حولها ولا قوة يلزم زادة يعادة النظر فيها وفي سلطتها يعني عبر عاقد كيمة عاقد مغارسة يمكن أن نحق مكاسب عديدة اقتصادية وغير اخذينا اخذينا ما اخذ اختيار السياحة وهذا ما اخذ فاشل وصرفنا عليه ملايين ملايين الدينارات وشوفوا هنا وضعية الوتلة ووضعية الهيكل السياحي والسياسة السياحية لهاشة وغير علش ما ننجقرش لفلاحتنا اللي هي مكس خير بالحق مكس بالفلاحة متاعنا مشكور جدا استاذ على تدخل الرشيق متاعك الف شكرا على تلبيت الدعوة وحضورك واستمتاعي بالرسمي انا واحدة من الناس بالاجابات متاعك السالسة اللي تعودنا عليها في المحاكم ولا هنا في البلاتو واشالا يكون الفيدة حصلت هكا كانت عايشك استاذي فرحك هكا يكون كانت فقرة فصل قانوني شنو خرجو فصل غنائي ثم لنا عودة مع صديقتنا انيس بحضور السيد محمد كرم الدبابي مهندس مع ماري بش يحكيوه على الجبس ودورو في البناء والديكور فما تغيروش الموجة هنراجعين